اشتركوا في القناة مشيرا الى التزام بلاده بالقرارات الدولية وبالتفاق الهدنة والقرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الامنة الدولية عام 2006 والخاص بوقف الحرب بين لبنان واسرائيل جاء ذلك في تصريحاتناه امس الثلاثاء خلال لقائه بوكيل الامين العام للامم المتحدة لعمليات السلام بمقر رئاسة مجلس الوزراء اللبناني بالعاصمة بينه وجدد ميقاتي مطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان الاسرائيلي على الجنوب اللبناني مشددا على ان ما يحدث في غزة غير مقبول وشدد على ان لبنان تطلب الاستقرار والحل السلمي دائم مستنكرا التحذيرات التي يحملها موفدون دوليون من حرب على لبنان محليا واستعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الاول للصفين الاول والثاني الثانوي العام تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاربعاء تسجيل استمارة التقدم للامتحانات حيث يعتبر اليوم هو اخر فرصة للطلاب الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم حيث وجهت المدارس الطلاب المتأخرين عن تحديث بياناتهم بسرعة الانتهاء منها تنطلق القميس 11 يناير الجاري امتحانات الفصل الدراسي الاول للصفين الاول وثاني الثانوي العام في المدارس حيث اكدت وزارة التربية والتعليم ان الامتحان يعقد على مستوى كل ادارة باسئلة تم وضعها من قبل الادارات التعليمية وفق المواصفة الفنية التي حددها المركز القومي لامتحانات والتقويم التربوي مشددة على ان الاسئلة ستكون بنسبة 75% اختيارية و15% مقالية واشرت وزارة التربية والتعليم الى ان امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي العام تعقد ورقية والكترونية للطلاب الذين لديهم اجهزة التابلت وتدربوا عليها بالنسبة للطلاب أولى ثانوي اما الطلاب الذين لم يتسلموا اجهزة التابلت او تسلموا الاجهزة ولم يتم تدريبهم عليها عن الاسئلة الالكترونية سوف يؤد الامتحانات ورقيا في المدارس وفق جداول الاختبارات المعلنة من قبل الادارات التعليمية والمدارس أكدت وزارة الصحة والسكان إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بثمانية عشر محافظة تسعة محافظات مرحلة أولى وإحدى عشر محافظة في المرحلة الثانية أضفت وزارة الصحة والسكان أنه في عام 2023 بلغ إجمالي عدل الاستبيانات 2.726.708 استبيان للراغبين في الكشف المبكر عن المرض موضح أنه تم متابعة 100% من الحالات المكتشفة فضلا عن إطلاق الموقع الخاص بالمبادرة وتفعيل الخط الساخن وتدريب 100% من الفرق العاملين بالمبادرة بالمحافظات التي تم تفعيل العمل بها وأضفت وزارة الصحة والسكان أنه من المقرر خلال عام 2024 إطلاق العمل في محافظات المرحلة الثالثة ضمن المبادرة والبالغ عددهم تسعة محافظات رياضيا يخوض منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي بيتوريا اليوم الأربعاء أول تدريبات في كوديفوار في إطار تحضيراته النهائية للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية المقرر انطلاق السبت المقبل حيث وصلت بعثة الفراعنة مساء أمس الثلاثة ومن المقرر أن يخوض المنتخب ميرانه بالكامل اليوم على أن يجري بيتوريا بعض الجمل والخطط التي ينوي الاعتماد عليها في البطولة يستعد منتخب مصر لمواجهة موزنبيق في السابعة مساء الأحد الرابع عشر من يناير على ملعب فالكس أوفوي بواني بمدينة أبتجان بكوديفوار في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية أخيراً وإلى حالة التقص حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على أغلب الإنحاء كما تنشط الرياح التي تعمل على زيادة الإحساس والجلود التقص وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الأجواء البريدة تستمر حتى الأسبوع المقبل موضحة أن جنوب الصعيد على موعد مع انخفاض ملحوط في درجات الحرارة يوم قدم خميس حيث من المتوقع أن يسجل درجات الحرارة عظمى 22 درجة مئوياً أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقع اليوم القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 اسكندرية العظمى 18 والصغرى 13 مطروح 17-13 سهاج 19-9 قناء العظمى 26 والصغرى 13 وأخيراً أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة إذن مشاهدين كانت هذه تفاصيل مجموعة من أهم وأبرز وريوم من تلفزيون اليوم السابع شكراً جزيلاً على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة